نصلي من أجل السلطات لأنه نصلي من أجل الحرية اختيار الدين تغيير الهوية ها كلها يعني تعبير للأمم المتحدة المفروض أنه كل الدول الإسلامية هي مضت على العقد أنه أنه بتمارس هذه الحرية لكن مش عم نشوفها لأنه إحنا في مجتمعنا العربي وسامحوني يمكن فيه قيادات ورؤساء يمكن عم بيحضروني إحنا من خاف أحدنا من الآخر فالنتيجة أنه بتخرب أجيال بسبب صمتنا وبسبب خوفنا أنه أخطر مشكلة في التاريخ هي مشكلة الصمت تعرفوا الحرب العالمية الثانية اللي راح ضحيتها أكتر من 60 مليون شخص يقال أنه المشكلة الرئيسية أنه لما الدول صمتت على شيء خطأ ابتدأ يتعمل من ألمانيا في أيام هتلر وحصدت ملايين ملايين من النفوس سواء سياسياً سواء دينياً حتى في الغرب اليوم الصمت وممكن يتكلموا ضد المسيح ويتكلموا ويعمل أفلام ضد المسيح لكن إذا واحد مس طرف مسلم في الغرب بتشوف أنه كل الرؤساء والسيادات والسلاطين وحتى يعني اللي بمراكز عالية كلهم بقاوموا المسيحي لكن بيصبحوا من الخوف لأنه فعلاً الناس يعني سورة أقولها في الإنجليزي مرتعبين خايفين عايشين بخوف لأنه بدهنش يتكلموا الحق فخلينا نصلي كمان لكل العابرين من أجل التعويض ومن أجل استرداد المسلوب ومن أجل أنه الله يبارك عشر أضعاف بكل الخسرات اللي خسروها في حياتهم اشتركوا في القناة